بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقع من بقاع الدنيا أهلاً بحضراتكم بالتأكيد وحلقة جديدة من برنامج التريند طبعاً بالتأكيد ده حلقة مهمة جداً للنهاجية قبل 24 ساعة من لقاء كأس السوبر الإفريقي مباراة الأهلي والرجاء المغربي اللي هتقام غداً إن شاء الله الساعة 7 بتوقيت القاهرة على أستاذ أحمد بن علي في مدينة الريان بالدوحة بالتأكيد مباراة مهمة جداً 90 دقيقة ببطولة كأس جديد ولقب جديد بإذن الله يضاف إلى دولاب بطولات النادي الأهلي ويكون كأس السوبر رقم 8 في تاريخ النادي الأهلي وزيادة الألقاب القرية للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة حالة النهاردة فيها تفاصيل والكواليس وهنطمئن على بعثة الأهلي في الدوحة قبل المؤتمر الصحفي وقبل التدريب الرئيسي على ملعب المباراة وهنتكلم على الأحداث خلال الفترة اللي جاية موقف كأس العالم للأندية آخر الجديد بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية أنا عارف كل جمهور الأهلي بالتأكيد مستني الجديد خلال اللحظات القادمة وآخر التطورات والمستجدات ودايماً كل ساعة بيكون معنا خبر جديد ودايماً معاودينكم هنا في تريند بتسمعوا الأخبار الجديدة قبل أي حد لكن خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم ونسخم بدري كده ونبدأ نتوقع تشكيل الأهلي لمباراة الرجاء المغربي غدا قدامكم على الشاشة السؤال حلقة النهاردة توقعاتكم بتشكيل الأهلي أمام الرجاء في السوبر الإفريقي وتشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وأنا أستعرض في الفقرة الأخيرة أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختتم استعداداته لمباراة السوبر وكمان الأهلي بيزيه التقليدي أمام الرجاء وفي الترند العالمي مفاوضات التجديد لصلاح شبه محسومة استعرض مباراة اليوم طيب النهاردة بالتأكيد عودة من جديد لمباراة الدور المصر بالأمس كان فيه خمس لقاءات والنهاردة فيه ثلاث مباراة وفيه مباراة كانت بتقام منذ لحظات قليلة سموحة كان بيصديف الإسماعيلي على استاد الأسكندرية ومنذ لحظات النتيجة كانت 2-1 لصالح سموحة ساعة 5 ونصف يمكن بعد أقل من نصف ساعة برامد يصديف طلاق الجيش والمقاولين العرب في ختام مباراة اليوم الساعة 8 هيصديف نادي الزمالك طيب دي مباراة الدوري المصر وطبعا فيه مباراة مؤجلة ما بين الأهلي وفيوتشر هتتلاعب لسه يوم 26 من شهر ديسمبر الجاري عاقب عودة الأهلي من الدوحة بعد لقاء كاس السوبر الإفريق مباراة اليوم في الدور الأسباني الساعة 8 فياريال يصديف ديبرتيفو ألفس والساعة 10 إشبيلية يصديف برشلونا مباراة اليوم أيضا في الدور الإيطالي الساعة 10 إلاروب جينوى يصديف أتلانتا ويوفينتوس اليوفي يصديف كالياري دي مباراة النهاردة سواء المباراة المحلية أو الدوريات الأوروبية لكن بالطبع بكرة المباراة الأهم والحدث الأعظم السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونطمئن على أخبار الأهلي ونشوف الجديد خلال الساعات القادمة أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد ده فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها على آخر استعدادات الأهلي لمباراة الرجاء المغرب بنتكلم في عدة تنازلي 24 ساعة فبالطبع فيه أحداث كثيرة وأخبار مهمة جدا لذلك أذهب مباشرة إلى مقر إقامة بأسة فريق النادي الأهلي في الدوحة مع الزميل العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والوفد الإعلامي بالتأكيد الموجود في الدوحة لمتابعة ترتيبات وآخر أخبار لقاء كأس السوبر الإفريقي مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد برحب بك طبعا في البداية وكل التحية لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي طبعا فيه جهد كبير جدا وشغل مميز خلال الفترة الأخيرة لكن طبعا إحنا بنتكلم بقى قبل المباراة بـ 24 ساعة الجديد عندك والنهاردة اليوم البرنامج كان ماشي إزاي وإيه الحالة المعنوية وأخبار الحالة كمان المعنوية داخل صفوف الفريق قبل مواجهة الغد يعني نقدر نقول محمد طبعا خلاص هي المرحلة النهائية بالنسبة للاستعدادات والترتيبات الخاصة بالسوبر الأفريقي اللي إن شاء الله بإذن الله عندنا أمل كبير جدا وثيقة كبيرة في جمهورنا الكبير وأيضا كمان لعيب النادي الأهلي والجهاز الفني نحن نقدر إن شاء الله بالمناخ الطيب والأداء المميز جدا لما نشوفه الحياة فيها لتدريبات كل الأمور دي إن شاء الله يكون معنا يوم الأربعة فيها الثمانية مساء بتوقيت الدوحة السابع مساء بتوقيت القيران النهاردة طبعا محمد انتعرف قبل المبراءة بـ 24 ساعة بيكون طبعا مسحة طبية خاصة طبعا بيئة الكاف أجرت النهاردة صباح اليوم بعد طبعا الفطار اللي كان عشر ونصف صباحا بتوقيت الدوحة ومنها إلى الاجتماع الفني طبعا الأمور الاعتادية الخاصة طبعا ببصول الفرقين طبعا النادي الأهلي وزياء التقليدي وكل الأمور الحقيقة الخاصة بيئة الكاف والمعتادة طبعا بحضور كابتن سال عبد الحفيز كابتن سامير عدلي وكابتن ماهر عبد العزيز أيضا كمان الدكتور عمرو محب طبعا المترجم الخاص بيئة للنادي الأهلي ويمكن كمان بأن نحن متظرين وهو المؤتمر الصحفي الخاص ببيتسو مسماني والشناوي يكون في السبعة والنصف بتوقيت الدوحة قبل انطلاق التدريب اللي يكون التمنى مساء على أستاذ أحمد بن علي الأستاذ بالمبراطئ يوم الأربع الحالة مع نوية الحقيقة محمد والنفسية جيدة جدا للعاب النادي الأهلي الدور الكبير اللي بيقوم بيه كبار الفريق وكابتن فريقة لنادي الأهلي والجهازة الفانية والكابتن سال عبد الحفيز ده مش جديد لكن بشكل كبير جدا هذه الفترة وهذه المرحلة الحقيقة ببعثت فريقة النادي الأهلي فيه تركيز كبير جلسات فردية جلسات جماعية الكل بيتكلم الحقيقة على أهمية المباراة وحضور الجماهير وعلى ذكر الجماهير الحقيقة محمد طبعا يعني جمهور النادي الأهلي محضر مفاجآت عديدة جدا جدا يوم الأربعاء تلتة شمال خلاص امتلقت بالآخر ويمكن كمان كان مخصص انت عارف 75% من مساحة الأستاذ لكن قدر جمهور النادي الأهلي أنه يحصل كمان على ثلاث تربع على أستاذ بالكامل فنشوف الحقيقة جمهور النادي الأهلي في كل أرجاء أستاذ أحمد بالعلي ويا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون قوة كبيرة جدا في حماسهم وتحفزهم وتشجعهم من أول ديها لآخر ديها دور الجمهور مهم جدا لأن كل الأمور بالنسبة للفنية والاستاذات على أعلى مستوى ينخصنا بس إن شاء الله توفي ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله ليكون مع فريق النادي الأهلي مع الجهاز الفني مع اللاعبين في مباراة صعبة جدا ولها تحضيرات كثيرة الحقيقة بيتسو مسماني كمان في هذه اللحظات بتجرى المحاضرة الفنية قبل التوجه إلى الملعب الراجل بيأكد طبعا على أهمية المباراة أهمية تركيز الكبير وحسم المباراة من البداية البداية هي بيكون مبشرة جدا والبداية بيكون مهمة جدا الراجل شغال في التدريبات بشكل جيد الحقيقة كمان أيضا في لفتة طيبة جدا المهندس هاني بوريدة طبعا عضل مكتب تنفيذ الاتحاد الدولي وأيضا كمان رئيس الاتحاد القطر يحمد من خليفة اللي تواجده وحرص أنه يزوره باعتة فريق النادي الأهلي في ملعب أل تدريبه وجمعيتهم طبعا جلسة مع الكابتن محمود الخطيب الحقيقة كانت إشهادة كبيرة جدا من الجميع على التزام النادي الأهلي في تحركاته في فند الإقامة كل الأمور دي الحقيقة مش جديدة على النادي الأهلي فريق البطل بيميز بهذا الأمر فممكن نقطة إيجابية جدا محمد وصابقه كمان الحقيقة في فند الإقامة صديق الحقيقة كابتن محمود الخطيب هو كابتن فريق نادي أريانا السابق وأيضا كابتن منتخب بقطر الكابتن أو الشيخ محمد السويدي اللي حرص أنه يكون في أحاديث مع الكابتن محمود الخطيب وأحاديث عن الذكريات الماضية جاءوا رائع جدا الحقيقة واهتمام أكثر من رائع إعلامي واهتمام أيضا كمان بأشقانة القطرين هنا يعني الكل الحقيقة بيحاول أنه يساعد النادي الأهلي بشكل كبير فيارب يا رب كل الأمور والمناخ الطيب الحقيقة اللي احنا عايشين فيه حتى هذه اللحظة يكون مصمر بشكل كبير جدا انت كلمت على زيارة المهندس هنا يا بوريدة بالأمس وزيارة أيضا رئيس الاتحاد القطر اللي بالتأكيد بنشكره على وجوده ودعمه كمان لبعثة الأهلي في هذه المباراة الكبيرة لكن الزيارة دي بالتأكيد الكل مبارح كان بيسأل هل كان فيه كلام على مسألة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية هل فيه أخبار جديدة في مسألة التعارض الموجود مع كأس الأم الأفريقية خاصة المنسانية بريده وقعده في المكتب التنفيذي في الفيفا فممكن يكون فيه تفاصيل جديدة أو أخبار ممكن من خلالك تبقى مبشرة نقولها لكل جمهور الأهلي الحقيقة طبعا محمد يعني أكيد بالتأكيد طبعا ضر هذا الأمر طبعا وأكيد كان فيها حديث عن كأس العالم للأندية وأيضا كأس الأم الأفريقية لكن انت عارف الحرص دلوقتي في هذا التوقيد هو تركيز مع فريق النادي الأهلي يمكن أكيد كانت محفوظ الخطيب كان فيها حديث بعلاقته المميزة جدا مع المهندس هانية بريده لكن كل الاتجاه وكل التركيز الحقيقة ولا أنا لمسه لأنني لمسمعش الحقيقة هاي أخبار غير الأهمية الكبيرة لفريق النادي الأهلي وأهمية البطولة أهمية جمهور النادي الأهلي ده أمر مهم جدا لكن على هامش أكيد المرانو على هامش الجلسة الطيبة جدا اللي كانت متواجدة دي بتدي مؤشر كبير جدا أن فيها حديث صنائية أعتقد كمان محمد في حضور المهندس هانية بريده اللي هيحضر أيضا المباراة ممكن تكون الأحديث أكبر وبنعمل بعد المباراة نقدر أن نرفع الكاس ويكون حديث مطول يكون فيه قرارات ويكون فيه أيضا أمور مبشرة بشكل كبير جدا خلال المرحلة القديمة لكن كانت زيارة رائعة جدا ومميزة جدا من مهندس هانية بريده وأيضا الشيخ حمد بن خليفة مسمرة بشكل كبير جدا على فريق النادي الآلي والعباسة فريق النادي الآلي بالكامل طيب النهاردة الصبح كان فيه اجتماع فني وبالطبع الاجتماع الفني للتنصيق حول معادة تحرك التيشيرت الرسمي لكل فريق بحضور طاقم الحكام هل فيه تفاصيل أخرى بخلاف ذلك ولا الاجتماع الفني ممكن يكون فيه طلبات الأهلي طلب شيء معين أو نادي الرجاء طلب شيء معين لا يعني أقدر أولا كان ممكن سألت طبعا ما كان اللي خاصة طبعا بكل العيبة لكون خارج القائمة أما كانوا ما يكون ازاي دخولهم الالتزام الكبير طبعا بارتداء الأيدي لأن انت عارف طبعا النسخة الكأس العرب كان فيه تعليمات مشددة جدا فيمكن كل الأمور والبروتوكول الخاص بالتنظيم هيطبق بشكل قوي جدا طبعا في هذه المباراة وفي مورات السوبر أفريق التحديدة ما كانش فيه طلبات معينة طبعا بالنسبة لي الفرقين على قدم هي طبعا كانت كلها أمور استفسار بالنسبة لفريق نادي الرجاء وفريق النادي الأهلي على كل الأمور التنظيمية لأن انت عارف هي مباراة كبيرة جدا للكلها يتبعها والكلها يشهدها وقيمة الفرقين كبيرة جدا سواء قيمة الرجاء المغربية وقيمة النادي الأهلي اللي هي أكبر طبعا ونادي القرن فيمكن الأمور دي إن شاء الله بإذن الله تتم بشكل جيد جدا مع وعد وصلنا طبعا قبل الموراة بساعة ونصف هي أمور عتها ديها محمد مفاش أي شيء آخر طيب حالة الدوليين يمكن طبعا الفترة الأخيرة بنتكلم سبعة من الآلف منتخبنا الوطنية علي معلول مع تونيس بدري بنوم مع المغرب فبنتكلم في تسعة من التشكيلة الأساسية الجهاز الفني تعامل زي بقى مع عودة الدوليين وماذا جاهزيتهم كمان يا كريم في الظل إن فيه أخبار أرناها على إن أفشا ممكن ما يلحقش أقرم توفيق ممكن ما يلحقش أيمن أشرف كمان عايزة تطمن على حالته هل ممكن يكون موجود في الماتش ولا لا صعب إنه يكون موجود في لقاء السوبر يعني في البداية محمد طبعا نحن متوجدين تعرف طبعا مع بعضة الفريق النادي الأهلي الأخبار الصحيحة طبعا من خلالكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي الكل جهز يا محمد الكل أدى الحقيقة تدريب أمس أكثر من رائع شوفنا التأسيم القوي جدا لبيتسو مسماني اللي ممكن كان فيها حماس كبير جدا وراجل حقيقة كل اللاعبين الحقيقة لأن الجدية كانت كبيرة الانتزام بالتعليمات كانت كبيرة إنهاء الفرس بهجمات ده كان أمر مهم جدا وكان بأهداف عفوا كان أمر مهم جدا بالنسبة لبيتسو مسماني واللعبين راجل حرص بشكل كبير جدا أن يكون فيه تدريب مكتف خلال الأيام الماضية بالنسبة طبعا لفريق النادي الأهلي على التكتك لكن أمس الحقيقة كان تدريب أكثر من رائع الكل تألق فيه وأنهى كمان الحقيقة بيتسو مسماني التدريب بركلات الترجيح طبعا تحسبا أن المباراة لا تتافئة لتسعين دقيقة كل الحقيقة بيأدي بشكل جاي جدا لكل أحرص أهداف تألق الحقيقة علي لطفي وحمزة ومصطفى شبير فيه تركيز وفيه حماس كبير الجانب المعنى والجانب النفسي للشغل كان من أول دي يا محمد يعني عقب وصول كل لعبين للدوليين لطبعا نبعت الفريق النادي الأهلي في عنده الإقامة والاستقبال الجيد من مجلس الإدارة بشكل كامل كامتن محمود الخطيب بيتسو مسماني الحقيقة والجهاز الفني اللحاية اللعبين لأن الأمر ده مهم جدا الحقيقهم على أداهم وطالبهم لهم يقفلوا الصفحة تماما ويكون فيه تركيز أكبر أول تدريب كان مؤشر كبير جدا وجهد جدا اللي احنا شفنا حالة اللعبين لكن إن بارح الحقيقة أول مرة نشوف الصفوف مكتملة لفريقة لنادي الأهلي مدي أنا مؤشر إجابي كبير جدا ومدي أيضا كمان جمهور النادي الأهلي مؤشر أكبر لأن تعريب يتابع الأخبار كلها محمد من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الأهلي فالحمد لله كل المؤشرات إيجابية ما قدرش أقولك فيه لعيبة يكون متواجد أو مش متواجد على قد ما قدر أقولك أن كل اللعيبة جاهزة لها دي المباراة لعبين الدوليين واللعبين المقايدين فيها القائمة هي بس رؤية فنية طبعا خاصة ببيتسو مسماني للأقدر والأول إن شاء الله يكون التوفيق معاه والأجهز فنيا وبدنيا يكون لي مكان كبير ويكون لي دور أكبر إن شاء الله ونقدر نرفع السوبر إن شاء الله يا حمد يوم الأربعاء يوم 22 على سيد أحمد بن علي آخر سؤال عشان ما تقولش عليك أنا عارف أنك عندك دلوقتي بقى متحرك للمؤتمر الصحفي والتدريب الرئيسي على ملعب أحمد بن علي السوداسي بالتأكيد اللي ما تأيدوش في القائمة الإفريقية الأولى ممكن يتأيدوا في القائمة الإفريقية التانية تم الاستقرار على الستة ولا الجديد في المسألة دي الكريم وكمان قائمة العشرين لها تخوض المباراة هيتم الإعلان عنها اليوم ولا هيتم الإعلان عنها بكرة قبل المباراة يعني قائمة العشرين لعب هابدأ أكمل آخر قائمة العشرين لعب سيتم الإعلان عليها صباح الغد إن شاء الله بإذن الله لكن أكيد طبعا من خلال الكوليس الخاصة بنا في خلال الساعات القادمة حاول طبعا إحنا نكتاد بشكل كبير عشان نقدر نكون على معلومة طبعا على العشرين لعب المتوجدين لكن الطبيعة هيكون صباح محمد إن شاء الله بإذن الله الأمر الثاني طبعا ممكن بقولك الأمر كله طبعا متجه إلى السوبر مقدرش أحسن لك وقولك الفترة اللي جاية هتبقى ماشي إزاي على الأدى مقدر أقولك أن السوداسي اللي تم قدم طبعا في السوبر الأفريقي إن شاء الله بإذن الله كلهم دور كبير في المباراة اللي بنعملها إن شاء الله من نصيب النادي الآله محمد كريم أنا بشكرك وبشكر عويضة مدير التصوير وبشكر داكروري المخرج معاكم في تخطية الكواليس الميزة في الكواليس يا جماعة اللي عبر شاشة قناة الأهلي الصورة بمعلومة الصورة بخبر وبالتأكيد دا ظهور كريم معانا دايما في كل البرامج بتسمعوا كل الجديد أو تسمعوا أي أخبار في أي مكان تاني الناس دي موجودة مع البعثة يوميا ساعة بساعة لحظة بلحظة هتشوفوا كل الأخبار وكل الجديد مع فريق النادي الأهل ونتمنى التوفيير رب للفرقة غدا مباراة على فكرة مطش صعب جدا المطش محدش يتخانه سهل وما تسمعوش كلام بعض الناس يقولك الأهل راح يجيب الكاس ويرجع الكلام دا مش حقيقي مواجهة الرجاء مع الأهلي 50-50 أي شيء داخل الملعب توقعه المباراة اللي زي دي ممكن يكون فيها عنصر التوفيق لفرقة ما تكونش مرشحة وتفوز بالبطولة وممكن فرقة تكون في حالة بدنية وفنية عية جدا وتخش المطش مش موافقة أو مش في يومها ولا قدر الله تخسر البطولة فبالتالي المطش صعب جدا محدش يتخيل أن الأهل راح يجيب الكاس ويرجع هتبقى مباراة صعبة مباراة كبيرة لكن الأهل إن شاء الله قدها ويقدر يعمل مباراة كبيرة أمام نادي الرجاء عشان كمان يسعد كل الجماهير الأهلوية اللي هتمل ملعب أستاذ أحمد بن علي بكرة إن شاء الله في المباراة اللي هتبدأ الساعة 7 بتوقيت القاهرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض عندنا لسه الأخبار والكواليس ونشوف الجديد خلال الفترة اللي جاي أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن فقرة ترند الترند أنتوا دايما متعوضين مننا في هذه الفقرة بنقول لكم الجديد واللي بيحصل فيه الكواليس ومش هرجع هقول تعالوا بقى نتفرج وشوف نحن أقولنا إيه الفترة الأخيرة خلاص فيه ثقة متبادلة بيننا وبن كل مشاهدين وكل جمهورنا في كل مكان إن دايما بنقول لكم على الحقيقة والكواليس اللي بتحصل فيه الاجتماعات فيه الفترات الأخيرة وكمال اللي هتحصل خلال الساعات القادمة طيب موقف كأس الأم الأفريقية قلت لكم الإسبوع اللي فات بعد نهاية مباراة كأس فيفا للعرب هتبقى خلال فترة ما بين نهاية كأس فيفا للعرب مع لقاء كأس السوبر الأفريق هتكون فيه اجتماعات مهمة جدا عشان يتم الفصل في مسألة إقامة كأس الأم الأفريقية من عدمها وتضارب الموعيد مع كأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاي وقلت لكم مفيش اجتماع لاجنة الطوارئ ويبقى فيه اجتماع مكتب تنفيذي تقليدي على هامش إقامة كأس السوبر الأفريقي وفي نفس الوقت قلت المشكلة يا جماعة كانت جاية من ناحيتين أولاً إن فيه مشاكل تنظيمية وتسوقية خاصة بالكاميرون عشان تنظم البطولة وديت حلت خلاص ومبقاش فيها أي مشاكل بعد الشغل السريع اللي بدأ خلال الشهر الأخير والجزء الثاني قلت بقى هي الكارت الأخير اللي هتلعب به الأندية الأوروبية وأيضاً جياني إمفانتينو رئيس الاتحاد الدول وهي فكرة مسألة استدعاء اللاعبين الأفرقى المحترفين في الدوريات الأوروبية للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية قلت ده الكارت الأخير اللي هتلعب به في الساعات الأخيرة ودل حصل فعلاً على مدار الكام ساعة الأخيرة إلى أن أعلن باترسة متسب رئيس الاتحاد الإفريقي بالأمس هو موجود في الملعب الأولمبي اللي ستضيف لقاء الافتتاح أن الكاميرون جهزة لاستضافة كأس الأمم وأنه هيكون موجود يوم سبعة للتجهيز والتحضير لضربة البداية لكأس الأمم الإفريقية يوم تسعة من شهر يناير القادم هل التصريح ده هو تأكيد رسمي؟ بنسبة كبيرة الطبيعي أن يكون تأكيد رسمي ولكن هناك اجتماع للمكتب التنفيذي على هامش كأس السوبر الإفريقي غداً الأربعاء هيتم فيه حسم كل التفاصيل البعض ممكن يقول لي طب ما خلاص التصريح الرسمي والقرار الرسمي لسه فيه تفصيلة صغيرة هنعرف نهايتها بكرة إن شاء الله في المكتب التنفيذي البطولة في معادها هيبقى فيه دمانات طبية هتحصل باترس متسبي لسه موجود في الكاميرون لغاية النهاردة لسه ما سافرش كان عنده زيارة بالمناسبة لمالي النهاردة لكن قطع الزيارة ولغى الزيارة ولسه مكمل الموجود النهاردة في الكاميرا عشان يعمل عدد من الاجتماعات مع الوزراء والسلطات المختصة وعلى أمل اللقاء مع الرئيس الجمهورية الكاميرونية فده هيبان خلال الساعات الأخيرة الموقف الرسمي لإقامة كأس الأم الأفريقية صاموا لأتو خلال الفترة الأخيرة ودوره بعد ما نجح كرئيس للاتحاد الكاميروني الخريطة تغيرت شوية وبرضه أنا قلت الكلام ده الأسبوع اللي فات قلت يا جماعة الموقف هيتغير شوية بعد نجاح صاموا لأتو والحديث عن كأس الأم الأفريقية هيتغير والنبرة هتتغير بعد نجاح صاموا لأتو وده اللي حصل القرى الأفريقية بالكامل من مبارح بتتكلم على دور صاموا لأتو وتصرحات صاموا لأتو اللي قالها بالأمس على أهمية إقامة كأس الأم الأفريقية في معادها وفي توقيتها وقالت ضمانات الطبية موجودة وكل الأمور جيدة وما فيش أي مشاكل قدامكم على شاشة ده جزء من تصرحات صاموا لأتو بالأمس لأحدى القنوات وقال من القاهرة إلى كيبتاون يعني من شمال القرى إلى جنوبها يأتي بعض أعظم لاعبه كرة القدم في العالم من إفريقيا كأس الأم الأفريقية هو احتفال بالفخر والأخوة والإخوة الأفريقية كمان قال صاموا لأتو أو كمان كان فيه تصرحات لجياني إنفنتينو في الاجتماع اللي تم بالأمس بخصوص قمة القرى العالمية وإمكانية إقامة كأس العالم كل سنتين قال رئيس الاتحاد الدولي إذا تمكننا من إعادة جدولة الأجندة الخاصة بنا وتأكدنا من أن كأس الأم الأفريقية سيلعب في فترة توقف دولي رائع خلال ستمبر بدلا من يناير أو فبراير شايفين ده يحل العديد من المشكلات قال كمان جياني إنفنتينو الآن الكثير من الأندية الأوروبية تتحفظ على إقامة البطولة في هذا التوقيت بسبب وجود العديد من الأندية في أوروبا تمتلك لاعبين في أو من إفريقيا قال كمان كأس العالم الإفريقية في الوقت الحالي تقام كل عامين وهي البطولة الأهم في القرى ومنذ سنوات لم يكن هناك اهتمام في العالم بإقامة كأس الأمم في يناير وفبراير دي أبرز التصرحات التي تقالت من إمبارح للنهاردة بخصوص تصرحات سامو الإيتو وأيضا تصرحات جياني إنفنتينو بخصوص الأجندة وإقامة كأس الأمم مع إقامة كمان الدوريات الأوروبية في شهر يناير وفبراير طيب الموقف هيخلص إمتى؟ خلال الساعات اللي جاية بكرة في مكتب تنفيذي على هامش كأس السوبر من الآخر إذا قيمت كأس الأمم الإفريقية هتبقى في مشكلة في مشاركة الأهل في كأس العالم للأندية وساعتها الوضع هيكون فيه أزمة وفيه مشكلة لأن هنا هيكون فيه تعارض هل هيكون فيه جديد في كأس العالم للأندية ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية ولكن المعلومات اللي جاية للغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي دايماً كل ساعة فيه جديد إن كأس العالم للأندية في معاده مش هيتقدم أربع تيام ولا تلت تيام ومش هيترحل والبطولة في معادها وجياني إنفنتينو قال لكل المقربين فيه في المكتب التنفيذي في الكاف منديالي الأندية في معاده شوفوا موعد كأس الأمم طيب معاد كأس الأمم دلوقتي الناس كلها بتأكد إنه هو في نفس التاريخ وفي نفس الموعد واجتماع الغد يأكد يحصل جديد هل ممكن الجديد يكون مسألة مشاركة البطولة فيه أو مشاركة المنتخبات في البطولة باللعيب المحليين هل ممكن يكون فيه أمر طبي أو أمر صحي ممكن يمنع صفر المحترفين للمشاركة في البطولة ده هيبان الفترة اللي جاية لكن كأس العالم الأندية من المعلومات اللي وصلها للغاية اللحظة اللي كلمكم فيها وانتوا دايما بتبقوا وصقين الحمد لله في كل كلمة بنقولها البطولة في معادها مش هيتغير معادها لغاية اللحظة دي كل القائمين على إدارة كأس العالم سواء في اللجنة المنظمة المحلية أو سواء في إدارة المسابقات في الفيفا بتأكد لكل المسؤولين في الكاف إن البطولة في معادها من 3 إلى 12 من شهر فبراير المقبل 24 ساعة حاسمة هنعرف في النهاية الموقف ودور بقى وقتها أحمد مجاهد اللي أعلن إن المنتخب يلعب بكامل نجومه والأهل يلعب بكامل نجومه ونشوف الحل هيجي إزاي بعدما الأمور كلها تدخلت وحصل فيه اشتباك في المواعيد وتشابك ما بين المواعيد والارتباطات الفترة الجاية في الظل إن الناس كلها في أفريقيا متمسكة إن كاس الأمم يتلاقف في توقيته ما يتغيرش ولا يتأجل ولا يترحل خلال الساعات اللي جاية طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض نشوف تريند الأهلي وآخر الأخبار ومحتوى السوشيال ميديا بتكلم إزاي عن كأس السوبر الإفريقي أهلا بحضراتكم من جديد وتريند الأهلي ونلف كده مع بعض نشوف الصفحات والسوشيال ميديا كتبت إيه وقالت إيه عن لقاء السوبر الإفريقي نبدأ مع بعض تريند الأهلي بالحساب الرسمي لكأس السوبر الإفريقي من صفحة الاتحاد الإفريقي على تويتر واللي قالت العد التنازلي مستوى الحماس 100% ليلة واحدة تفصيلنا عن كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء ليلة واحدة 24 ساعة والصورة بالتأكيد بتتصدر صورة الكأس لكل الفريقين والجمهور إن شاء الله يكون حاضر بكسافة في ملعب أحمد بن علي حساب اليوم السابع على الفيسبوك بيقول إن الأهلي يؤكد اكتمال صفوفه قبل موجهة الرجاء المغربي طبعاً الكل بيتكلم عن إن الأهلي مسافر بتلاتين نلاعب في هذه المباراة الدوليين انضموا كل اللعبة جهزة وكان معانا زمنة كريم أحمد أكد على جهزية كل اللاعبين لهذا اللقاء وغداً صباحاً الجهاز الفنع يحدد قائمة المباراة اللي بالتأكيد هتكون موجودة في هذه المباراة الكبيرة كويس جداً كل ما تكون الصفوف مكتملة كل ما تكون الرؤية أوسع للجهاز الفنع عشان يختار أفضل تشكيلة لهذه المباراة طبعاً نرى الحساب الوطن سبورت وهو عمل إحصائية بمناسبة السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإفريقي وده الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإفريقي الأهلي سبع كأس السوبر إن شاء الله تبقى تمنى بإذن الله الزمالك في المركز الثاني أربعة كأس السوبر مازمبي تلاتة كأس السوبر النجم الساحلي والرجاء المغربي زي بعض اتنين كأس السوبر ممنسبة الإحصائيات التاريخية اتلعب تسعة وعشرين مباراة السوبر الإفريقي منذ أن انطلقت هذه البطولة من التسعة وعشرين مرة أربعة وعشرين بطل لهذه البطولة اللي كانوا فائزين بدور أبطال إفريقيا إذن الغالبة للفرق الفائزة بدور أبطال إفريقيا هي اللي بتكون مرشحة للفوز بكأس السوبر الإفريقي ولكن أرضية الملعب الأمور مختلفة بتبقى الحزوز متساوية لكلا الفرقين فإن شاء الله بإذن الله تكون بقرة البطولة أو المبركة من خمسة وعشرين اللي بطل دور أبطال إفريقيا للفوز بكأس السوبر وتكون البطولة رقم تمانية للنادي الأهلي في سجل تاريخي ضعف أقرب المنافسين وهو نادي الزمالي طب نروح لحساب يلا كورة وتكلم أيضا حساب يلا كورة على رقم تاريخي مهم جدا لا يقل أهمية عن مسألة أرقام كأس السوبر بيقولون الأهلي يسعى لتضييق الخناق على ريال مدريد في مشوار استعادة صدارة العالم وهو اللقب النادي الأقصر تتويجا بالبطولات القرية ألقاب ريال مدريد ستة وعشرين لقب خد تلتاشر مرات دوري أبطال أوروبا أربع مرات كأس السوبر الأوروبي أربع مرات كأس عالم أندية ثلاث مرات كأس انتر كونتيننتل ومرتين كأس الاتحاد الأوروبي لكن طبعا بالنسبة للأهلي تلاتة وعشرين لقب عشرة دوري أبطال إفريقيا سبعة كأس السوبر إفريقي كأس كونفيدرالية وأربعة كأس الكؤوس الإفريقية ومرة واحدة كأس الأفر أسياوي تلاتة وعشرين بطولة بقرة بإذن الله يكون أربعة وعشرين ونقرب بقى تبقى بطولتين نقرب من ألقاب ريال مدريد بعد ما كنا احنا المتصدرين لغاية عام 2014 لكن الحمد لله اتنين دوروا أبطال إفريقيا ويبقى اتنين سوبر يعني أربع ألقاب قربونا شوية من أرقام ريال مدريد نروح بقى لحساب كورا بلس وحساب كورا بلس اهتم أكتر بمسألة الإحصائيات وقوة ضعف قوة الرجاء وضعف الرجاء ونقاط القوة ونقاط الضعف في مواجهة الآلي وهو تقرير نقدر نقول فني أكتر من الحديث عن الأمور الإحصائية أو الإحصائيات الرقمية حساب كورا بلس أنا كنت أتمنى ما تبقاش صورة للاعبي فريد رجاء أو فرحة فريد رجاء كنت أتمنى تكون التويتا نفسها فيها شرح تفصيلي لنقاط القوة ونقاط الضعف لكن أنا هستردها لكم من خلال إحصائية أو تقرير لكورا بلس قالوا أن أسلوب لعب الرجاء المغرب الهجومي مبني في الأساس على اللعب المباشر وإرسال الكورات الطولية في عمق الملعب نحو المهاجم المغربي حميد أحداد اللي هيتم قيده في الفترة الحالية عشان يشارك فيه كاس السوبر الإفريق قالوا كمان دي أول نقطة من نقاط القوة قال بيتميز فريد رجاء بسناء الارتكاز أنه عنده اتنين في وسط الملعب الارتكاز بيلعبوا كوراة طولية بشكل رائع جدا وبيستغلوا سرعات حميد أحداد في الانطلاق في الناحية الهجومية قالوا كمان عبدالله الحفيز بيعمل تكملة في الخط الهجومي خلف رأس الحربة وبيلعب على السكن تبقل الكرة التانية أو الكرة المرتدة عشان يقدر يعمل هجمة أو يعمل هدف محقق قالوا كمان أن من نقاط الضعف اللي موجودة في فريق الرجاء خط الدفاع ما بيقدرش يبني الهجمة بسرعة أي ضغط أو أي يعني هجوم عليه من قدام بيقدر بالتأكيد تقدر تستخلص الكرة وتعمل هجمة مرتدة أو تقدر تعمل هجمة وعدة وهدف محقق بالنسبة لفريقك قال لك كمان أن فيه غيابات موجودة في صفوف الرجاء وقال كمان أن خط الدفاع بالتأكيد بسبب التغيرات الأخيرة وتعيين جهاز فن جديد ممكن تكون من ضمن نقاط الضعف اللي موجودة في الرجاء المغربي اللي كمان ما بيقدرش يستغل المساحات الجيدة ولو فيه مساحات في خط الدفاع تقدر تستغلها وتقدر تعمل هجمات وعدة أو تقدر تجيب أهداف محققة طيب نروح لي الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر وبيتكلمها لأنه مدرب الرجاء وهو المدرب البلجيكي اللي تولى المسؤولية بعد رحيل لسعد الشاب التونسي قال أنه استبعت تم اللعيبة عن مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي والبلجيكي باتريك فلومتس مدرب الرجاء المغربي أنه بيقول فيه غياب لعمر بطيب وقال كمان أنه فيه غياب لعدد من اللعيبة حوالي 6 لعبين شالهم من القيمة طبع أيد 3 لعيبة في الساعات الأخيرة أبرزهم بالطبع حميد أحداد لكن ما ننساش أن الرجاء برضو عنده لعيبة على أعلى مستوى عنده محسن بتولي عنده عبدالإله الحفيزي عنده محمد النهيري ده لعيب رغم أنه في خط الدفاع لكن كمان هداف لعيب مميز جدا بالنسبة لفريق الرجاء عنده حارس مرمى مميز أنس لزنيتي وحارس منتخب المحليين في المغرب فيه كمان محمود بن حليب فيه لعيبة مميزة رغم رحيل سفيان رحيمي وبين ملانجو لكن فريق قدر يفوز بكاس الكونفيدرالية فاز بدوري أبطال العرب كاس البطولة العربية على التحاد جدة وفريق بيتميز دايما بضربات الجزاء الترجحية كل بطولاته أو معظم بطولاته بتكون من خلال رقالات الجزاء فهل بقرة هنشوف فريق بيداف عشان يوصل لرقالات الجزاء ده هيبان في التسعين ديئة بقرة اللي بالتأكيد كلنا عارفين ليحة كاس السوبر تسعين ديئة ثم رقالات جزاء ترجحها آخر حاجة معايا الحساب الرسمي للأهرام وبيتكلموا على استعدادات تاكارلوس ساكيروش لإقامة كاس الأفريقية خلال الفترة اللي جاية وإمتى ممكن يبدأ يعمل معسكره في الساعات اللي جاية قال أنه هو وافق للربط على أن مباراة الأهل وبيراميز يوم تلاتين تتلعب ما فيهاش أي مشكلة لأنه هيبدأ المعسكر في اليوم التالي يوم واحد وتلاتين كان البعض يفكر أن المعسكر هيبدأ سبعة وعشر لكن كارلوس كروش شايف أن المعسكر أفضل يبدأ واحد وتلاتين خاصة أنه كان موجود مع المنتخب في فترة حوالي واحد وعشرين يوم في كاس فيفا للعراف فبالتالي الأهل هيرجع من كاس السوبر عند مباراة يوم ستة وعشرين مع فيوتشر وتبقى طبعا للتصريحات دي أو الخبر على عهدة الأهرام أن الأهل كمان يلعب مباراة بيرامتز يوم تلاتين وبعدها ينطلق معسكر المنتخب اللي إن شاء الله يختتم يوم سبعة من شهر يناير القادم استعدادا للسفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والفقرة الأخيرة من برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند ودائما وقتنا بيجري معاكم بسرعة لكن هنشوف توقعات الناس على أو كل الجمهور اللي شاركتنا في الإجابة على السؤال تشكيل الأهل المتوقع أمام الرجاء المغربي إمي بتقول الشناوي بدر بنون حمدي فتحي ياسر إبراهيم علي معلول ديانج والسولية محمد هاني الشحات تو شريف أتمنى لو أقرأ بيشتكي من إصامه ما يبدأش وهكذا أفشا وكده كده في البديل زي الأساس بالزبط وبالتوفيق وإن شاء الله الأساسية طيب نروح لمحمد عبد المواطي بيقول الشناوي في حراسة المرمة معلول ياسر بنون أقرم السولية ديانج تاو أفشا الشحات وشريف في حالة الجهازية الطبية والفنية للجميع يا رب النصر للأهل بجري معاك بسرعة في المشاركات جمال بيقول الشناوي بدر بنون أيمن أشرف علي معلول أقرم توفيق السولية حمدي فتحي أفشا بيرس تاو الشحات محمد شريف وبإذن الله البطولة التمنى للأهل الناس عندها ثقة أن أيمن أشرف يلحق أفشا يكون موجود شاكر محمد بيقول أعتقد مسيمنا هيبدأ بالخطة النجحة جدا اللي هي 343 الشناوي معلول وياسر حمدي بنون أقرم السولية ديانج أفشا تاو شريف كل التوفيل للأهل وإن شاء الله يفرحنا بالسوبر بإذن الله شاكر الأهل يفرحنا بالسوبر ويرجع بكرة بعد المباراة بالكأس التمنى ويسعد جمهوره في كل مكان خاصة الجماهير المصرية الموجودة في الدوحة تفرح مع النادي الأهلي بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقى على خير الأسبوع القادم بعدما الأهلي حقق إنجاز طيب إن شاء الله نحتفل مع بعض الأسبوع القادم رغم أن الدورة يرجع بسرعة لكن دايما بنحتفل مع الأهلي في كل الأحداث الرياضية سواء المحلية أو حتى القرية شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء